اول هبوط رسمي فهمي نظم من الدور الممتاز الى الدرجة الرابعة بالمستندات قبل كل الناس يا قلبي قبل كل الناس زي ما عودناكو على الانفراضات هبوط نادي اف سي مصر الى الدرجة الرابعة الدكر التاني اللي عاوز يقول مش هلعب دور ممتاز يلا عاوزين نسمع الاصوات عاوزين خطابات رسمية بحي المهندس احمد خليل رئيس مجلس ادارة نادي اف سي مصر اللي ارسل خطاب رسمي الى اتحاد الكورة بيعتذر عن استكمال بطولة الدوري طبعا هو في القاع هابط هابط وعاوز يوفر الفلوس لكن عنده خسارة فديحة احكيه لكم دلوقتي ومقرم في خطابه الرسمي بانه هو عارف انه هنزل درجة رابعة فعاوز بقى المهندس مجد سامي يبعد جوابه وعاوز فايز عريبي يبعد خطابه وكمان ما تورطوش الراجل ده ويبعد خطابه وفي الاخر انتو تخلعوا عاوز الناس تكمل ايوة بقولك عاوز الناس تكمل واجيلك بالتفاصيل دلوقتي كل الاندية حددت مواعيد لمسحات كورونا اقول هالكوا قبل ما واركوا الخطاب ولا اقولوا واركوا الخطاب الاول اول واحد لايكات اهو اكرم سيد بقول لي لايكات وانا اللي اعمل لايكات يلا يا رجال اعملوا اللايكات ها اعمل ايه الاول تشوفوا الخطاب بتاع الانسحاب ولا تشوفوا الاندية كلها اللي حددت مواعيدها اكرامي سيد والله انت عظيم يا اكرام انت احمد قشر طيب بص يا سيد الخطاب الاول زي مقال عادل احمد بس يا سيد صلى على سيدك النبي ده خطاب رسمي فهمي نظم مش عند اي حد في مصر اول انفراد من نوع الانكلة ابو المعاطمي عايزوا يظهر الاضاءة مش عايزة تظهر ولا ايه اهو اده الشعار تحت اهو واده الدنيا ايه اهو الخطاب اهو معلش بقى الاضاءة عندنا والامكانيات عالية جدا تفوق البي بي سي ومونت كارلو وقونسبورد اي حاجة بقى مش مهمة مهم المعلومة يا بي اللي مش عند حد في مصر معلومة مش عند حد في مصر الخطاب رسم بيقولك ايه بقى مصر فور فوتبول هو مسمي النادي بتاعه كده مصر فور فوتبول معين مفيش نادي يبقى اسمه مصر انا هكود ده النهاردة هاوز اقول هبوط مصر هيبقى باش تمبلدي اي نادي ما يسميش اسمه باسم البلد سمي اسمه باسم اي حاجة تانية لكن مصر لا انت مش مصر ده انت فاشل هذا القرار يدل على الفشل في الادارة اهو الشعار اهو اهو نادي مصر واده الخطاب جائز نفسها وتاخد من انكل ابو المعاطي هذا الانفراد الخطير اللي الاول مرة لايكات يا شباب لايكات للفيديو عشان يطير لايكات للفيديو الرجال اللي معانا عشان نسبت الفيديو ونعرف نعمل اللايف منه لله ربنا ياخده يخلصنا منه هو وكل اللي بيعينه علينا الظالم المفتري بتاع الهاكرس السباب اللي عان ربنا ينتقم منك شر انتقام يا رب لايكات يا شباب بعد اذنكم ايوا كده لايكات الله يخليم بقولك ايه بقى نادي مصر المهندس احمد خليل ما عافش مهندس السيد عمر الجناني رئيس اللجنة الخماسية اول حاجة خطاب مهزب جدا وفيه موقف على اقل واضح بيقولك ايه نشكركم على استضافة نادي مصر اليوم في الاجتماع الخاص بقندية الدور الممتاز ده عامله بتاريخ يوم سبعتاشر يعني يوم حضر الاجتماع يوم سبعتاشر اللي هو اظن الخميس او الارب وحيث انه قد تم ابلاغنا بان قرار استكمال الدور الممتاز ساعتاشر عشرين هو قرار دولة مما يجعله واجب علينا جميعا ان نعد خطة ناجحة تشمل الشؤون الفنية والمالية والجنائية الجنائية دي او الجنائية والتجارية والصناعية والطبية والاجرائية بافضل شكل ممكن ليرى النور بشكل صح وسليم حيث اننا عرضنا رأينا المتواضع في خطة سيداتكم وما تشملها من عوار يعود بالضرر الشديد على صناعة كرة القدم المصرية لسنوات عديدة الغاء هو اللي هيعود بالخير واللعب هو اللي هيعود بالضرر كتخيبة ومن منطلق ايماننا الشديد بتنفيذ ما يفيد صناعة كرة القدم والتي يصبح نجاحها في مصطحة الدولة المصرية فلا يمكننا ان نشارك في مصار نرى في نهايته عدم نجاح في رأينا المتواضع لصناعة كبيرة هي في اطار التكوين في دولتنا المصرية بقى الصناعة لسه بتتكون في مصر وبناء عليه نحيط عناية سيداتكم باننا كنادي مصر ومن منطلق حسنا الوطن فقد قررنا ان نعتذر عن المشاركة في هذا المصار وننسحب من المشهد في هدوء خد اللي بعده عشان انا بحيي عن الفقر اللي جاي الاستاذ احمد غالية علما باننا نعلم تمام العلم طبقا للواقح الاتحاد المصري لكرة القدم تبعيات قررنا هذا الذي ينتج عنه هبوط نادي مصر من الدوري الممتاز الى القسم الرابع ومن سمى الاغلاق النهائي للنادينا نتمنى لكم ولصناعة كرة القدم المصرية التوفيق والنجاح رئيس مجلس الادارة مهندس احمد خليل خد بس العبارة دي نعلم تمام العلم تبقى للواقح الاتحاد المصر لكرة القدم تبعيات قررنا هبوط نادي مصر من الدوري الممتاز الى قدر بورها لك عشان تبقى انت انا بحايل مهندس احمد خليل على الجزئية دي والله مش عارف انا بقى الاضاءة مالها اهي اهي الاضاءة عندنا مهندس الاضاءة عندنا تعبان جدا اهي دي الفقرة الاخير يبقى كده هبوط نادي ا 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 ف س مصر الف س ماصر لكن مفيش نادي يتسمى باسم البلد وهذا خطأ كبير من الجهات الادارية اللى تعتمدت اسم البلد ا ا ا باسم نادي مصر اقعز اقول هبوط مصر لالدرجة الرابعة اقول يعني صعبان علي ذي kosm فقلت اوي نادي هبوط اوي نادي طيب النهاردة احمد خليل رئيس مجلس الادارة نادي مصر أنا بحيي أن نطلع رجل في كلمته بس هو ما يعرفش أن الناس اللي سخنوه وافقوا على إجراء المساحات الناس اللي قالوا له يا أحمد وعتعمل مساحات يا أحمد وقفل النادي أنا بحيي على قفل النادي أي نعم هذا غباء إداري وهقول له غباء إداري ليه لأن هذا النادي كان هناك مفاوضات مع رجل عربي في يناير الماضي لشراء مكانت المسألة داخلها في خمسة وستة وسبعة وثمانية مليون دولار إيش بلعبة وإيش من غير لعبة وحكاية ورواية وفشل وفشلت الصفقة نتيجة أن القايمة مقفولة القايمة مقفولة ماشي ده السبب الوحيد اللي أدى إلى فشل الصفقة طب القايمة المقفولة ديت الرجل قال لك طب أنا أشتري النادي هنزل لدرجة تانية أدفع الفلوس ليه بقى طب مالا أشتري النادي درجة تانية أصعد بيه وأنا عاوز النادي في الدورة الممتاز فأنت كده خسرت لك من مئة وعشرين لمئة وخمسين مليون عشان إيه؟ بتقول لي أنك إنت أنت عارفت نادي مصر هابط هابط وبعدين أنا معرفش يا أحمد خليل كل ناس بتكلم عنه راجل محترم فقراسي له كل التقدير وكل الاحتراع لكن لكن هذا القرار خطب وهو سخن على كلام ناس خبرة في السياس أو بلغة تانية يعني جاء ناس مرقعة في السياس تعرف إزاي تسخن ده وتعمل ده وتسوي ده وهو ياخد قرار وهم وراء طب خد يا سيد عشان هو يزدك من الشعر بيت كل الأندية حددت موعد لإجراء المساحات بتاعت الكورونا باستثناء نادي الزمالك ولا مستنى الخطاب إلا هيبعته نادي الزمالك بالانسحاب من الدوري شو بس عايزين بقى فقرة واضحة كده زي ما قالها أحمد خليل احنا عارفين ان التابعيات بتاعتنا دي بتنسلنا للدرجة الرابعة عاوز الرجول أتبان في اختاب رسمي الرجول أتبان في اختاب رسمي كل الأندية حددت باستثناء نادي الزمالك يقول لك مش عارف أجمع إلا عائبة وفي الآخر هيجمعهم وفي الآخر هتم المسح ماشي؟ طيب يا سيد النهاردة أجرى المساحات النادي الأهلي القلعة الرياضية العظيمة نادي وادي دجلة في آخر الدوري أجرى المساحات والمهندس ماجد سامي قال مش هلعب الدوري وهنسح عاوز المهندس ماجد سامي وهو صديقي العزيز ولو كل التقدير وصاحب تجربة رائدة يبعد خطاب رسمي لاتحاد الكورسي أحمد خليل أو فايز عريبي في طانط أو إبراهيم عثمان في الإسماعيلي أو محمد مصالح في الاتحاد عايزين خطابات رسمية زي أحمد خليل قال مستر جيلو واضح قال لك كزا وهنزل للدرجة الرابعة وخلاص وهقف للنادي وأنا وتواصلت مع المسؤولين في اتحاد الكورسي أقول لهم إيه الموقف قالوا نطبق اللايحة إلا بقى إذا هو بقى راح للدنيا وقال لهم عشان خطرنا وبتاعه عاوز أصحب الجواب وارحموني يا جماعة اللي بس بيقطع فأرجوكوا لايكات مشاركاتوا لايكاتوا النبي إكرامي سيد بيوصيكوا موت وإزميننا الأدمينزة هون لايكات لو سمحتوا يعني إحنا عددنا كبير نعمل لايكات طيب الأهلي النهاردة عمل مسحة كورونا وهاركوا الصور دجلة الانتاج الحربي طلاقع الجيش حرص الحدود بكرة وبرامة زولجونة عملوا مع نفسهم بس برامة زيعمل المسحة التانية بتاعته يوم الأربع واتبع لشركة شركة المسك الاتحاد وكورو لاتنين بكرة هيعمل المساحات الاتحاد السجندري واسموح الاتحاد السجندري وسموح وإمبي والمقاولين وإمبي والمقاولين يوم التلاتة هيعمل المساحات لإسماعيلي والمصري وطنط الزمالك هو الواحد اللي بيماط يوم الأربع المقاصة وبرامدس المقاصة وبرامدز نقفل الباب يا شباب نقفل الباب المقاصة وبرامدز هيعملوا يوم اللارب نادي أسوان هيعمل يوم السابت هل فيه باقي نادي رفض ان يعمل المساحات نادي أفسي ماصر أحمد خليل وبعد خطاب رسمي بإلغاء نشاط كرة القدم في النادي وقال لك ان احنا هنقبط للدرجة الرابعة راجل يا مرتضى راجل ابعى الجواب زي أحمد خليل راجل ابعى الجواب زي أحمد خليل عايزين نشوف عمال تشتمي الناس كلها وبتقول مش هتلعب ابعى تخطاب لاتحاد الكور الناس اللي كانوا بقولوا مش هنلعب حددوا مساحات حددوا موعيد للمساحات كورونا نادي الأهل النهاردة اللعبة كلها أجرت المساحات والدنيا ماشية زي الفل شوف يا سيد الصور هاي عشان الناس تبقى عارفة أهو أدى اللعيبة والتحية بتاعتهم أهوة اللعيبة المساحات أهو والكمامة والالتزام أهو أهو ناس كلها في النادي الأهلي ناس ملتزمة ده أحمد فتحي حتى الرجل اللي رايح براميدز راح النهاردة والف السلام عليك يا أحمد والحمد الله ربنا شاف زوجته وبناته أهو أهو كل الناس أهي ناس بتشتغل ناس بتشتغل مش بتهرق ترجمة نانسي قنقر